هذا وأعلن نادي الاتحاد تعليق كافة مشاركاته وناشاطاته الرياضية بسبب الاعتداء على حارس المنتخب الوطني الأول وحارس فريقه لكرة القدم معاذ اللافي وأوضح النادي في بيان رسمي له على صفحته الرسمية على فيسبوك أن تعليق نشاطه سيستمر حتى معرفة أسباب الاعتداء على حارسه اللافي في بيانه أعرب النادي عن استنكار مجلس الإدارة والجمعية العمومية وجماهير النادي الاتحاد لما تعرض له اللافي من اعتداء وضرب من قبل مجهولين كما حمل نادي الاتحاد المسؤولية كاملة لكافة الأجهزة الأمنية على هذا الفعل الذي وصفه بالمشين اشتركوا في القناة